أسبوع من ضروة المعارك شرق العاصمة صنعاء بين ميليشيا الحوثي وقوات الجيش سيطر الحوثيون فيها على معظم المواقع في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء بالإضافة إلى مديرية مجزر شمال غربي محافظة مأرب شنت الميليشيا هجومها الذي ظلت تخطط له منذ أشهر في ظل هدنة غير معلنة بين الطرفين واعتمدت فيه على عنصر المفاجأة وتقدمت على ثلاثة محاور الأول في مديرية نهم والثاني في صرواح جنوب غربي مأرب والأخير في مديرية مجزر شمال غربي المحافظة ذاتها هجوم تمكنت من خلاله الميليشيا من السيطرة على معظم المواقع في مديرية نهم وجبل هيلان في مديرية صرواح قبل أن يتمكن الجيش من السعادة الأخير عقب هجوم معاكس تقدمت الميليشيا إلى مفرق مدينة الجوف بعد إعلان الجيش انسحابه الذي وصفه بالتكتيكي نحو مأرب لتتوقف عناصر الميليشيا بعد ذلك عند المفرق الرابط بين محافظات الجوف ومأرب وصنعاء كافة المعارك حسب مراقبين عسكريين ملت هذه المرة لصالح ميليشيا الحوثي الانقلابية لتصبح مدينة مأرب تحت تهديد قذائفها وصوريخها الباليستية واحتمالات هجماتها المستقبلية مدينة الحزم مركز محافظة الجوف باتت تحت مرمى نيران ميليشيا الحوثي مع سيطرة عناصرها على مدينة براقش التاريخية ومنطقة الصفراء التي جرى تحريرهما خلال العام 2016 في المقابل تقلل مصادر عسكرية موالية للجيش من أهمية التقدم العسكري للحوثيين خصوصا أنها ما تزال تتمسك بمواقع في ميمنة جبهة نهم وأمام هذه المعطيات فإن خسائر الجيش جرت بعد معارك يبدو أن قواته لم تكن مساعدة لها من حيث التخطيط وتحديد ساعة الهجوم على عكس الطرف الآخر لتصبح بذلك قوات الجيش هدفا سهلا لانقضاض الميليشيا على غربه